أستاذ مصطفى الحقيقة يعني أنا ببتدي بأن مصر يعني الحقيقة تمتلك من الموارد ما يمكنها بشكل كبير جدا من أنها تواجه هذه الأزمة الموجودة ويعني أنا حابة أننا يبقى عندنا ثقة في الله وفي نفسنا بأننا إن شاء الله نستطيع أن نعبر هذه الأزمة ولكن بداية عبرنا للأزمة بتبدأ بأننا نحدد فين المشكلة ونحدد إيه الحلول اللي ممكن نلجأ لها خاصة أن نحن محتاجين الحلول على فترات قصيرة جدا ونصابق الزمن لمواجهة هذه الأزمة يعني يمكن دكتورة عليا كانت بتتكلم على القطاعات الإنتاجية فيه كمان حابة وصير نقطة مهمة جدا ما تناولوا الإعلام حول تقرير صندوق النقد الدولي وإن هي دي رؤية صندوق النقد الدولي وفي الحقيقة ما كم عرضه من قبل صندوق النقد الدولي هو رؤية مصر بالزبط مصر اللي قدمت هذا البرنامج ومصر قدمت هذا البرنامج وليها يعني إحنا علاقتنا مع صندوق النقد الدولي من أول الإصلاح بتاع واحد وستعين ثم ألتين وستاشر وبعدين اليوم لم نكن نتمنى طبعا أن إحنا نوصل إلى يعني ما نحن فيه حاليا لو إحنا خدنا البعد الاقتصادي في الاعتبار وقدرنا مواردنا بكفاءة تؤهلنا أن إحنا نكون يعني لنا نصيب في الاقتصاد العالمي هي مشكلة ليه جنيه المصري بيفضل يعاني من مشاكل في علاقته بالدولار لأن إحنا مشاركتنا في الاقتصاد العالمي متدنية للغاية يعني أنا حجم التجارة العالمية بتاعتي حتى مش وصلة إلى واحد في المية من إجمالي التجارة وده معناه إيه؟ معناه أن أنا مش قادر أنافس عن مستوى العالمي وطلع طب إحنا النهاردة مضموعة الفترة القصيرة عايزين نهتم بالتصدير هل أنا حقدر بالوقتي اللي بيتصدر الصدرات بتاعتي الغاز والبترول لكن أنا عندي سلع كثيرة جدا عندي فيها مزايا نسبية وأقدر أحرك الملف ده في وقت قصير جدا يعني ما حدش لما بيجي يتبع أستاذ مصطفى استراتيجية التصدير بيشجع صدرات كثيرة ولكن بيركز الأول على الصدرات اللي يقدر يصدرها فترة قصيرة لو عمل السياسات المطلوبة فمعنى كده أنا لازم أركز النهاردة على الملابس الجاهزة وفقا لدراساتها كثيرين أركز على الصناعات الغذائية ومصر عملت طفرة جيدة تيبتا في الصناعات الغذائية أركز على الصناعات الجلود الصناعات الأساس وكل ده الأسواق مفتوحة له لأن مشاركتنا صغيرة فدي قصة مش حقدر دايما استراتيجية التاولة فيها هي أنها تجيب المصنعين الكبار عشان هم اللي حيحركوا عملية التصدير وهو ده سبب المشكلة المصر مش حتقدر تكون قصد تصديري دون مشاركة المشروعات والصناعات المتوسطة والصغيرة اللي حضرتك ذكرته من أن المصانع الأفلة هي دي مفتاح المشكلة إن أنا مهم جدا أن أنا أتتبع بقى مين اللي بينتج لي ملابس جاهزة على مستوى مصر التنافسية فين مجموعات البيع الدولية اللي تنقلي للأسواق العالمية وده اللي عملته كل دول العالم جيب المركات الدولية تيجي مجموعات البيع الدولية المالتي ناشنال باين جروب تيجي مع دوارينا إحنا عندنا ناس بتصدر أسواق أمريكا وأوروبا ولكن أفراد بسيطة جدا فنسبتهم مليلين لو أنا كبرت ده أنا ممكن الكفور ونجوع مصر تشتغل في الملابس الجاهزة والصنعات الغذائية وغيرها المتغير تاني مهم جدا إحنا مش واخدين بالنا منه اللي هو المناطق الحرة في مصر مناطق الحرة في مصر إحنا عملنا دراسات عليها بتخرج دولار أكتر ما بتتخذ يعني كل المناطق الحرة اللي كل دول العالم بتعملها عشان تزود التصدير وعشان كده بتتياق عفاء كمروكي دي بتبقى مناطق مميزة مميزة من حيش الإعفاءات الكمروكية صاف ميدانية طلع إن المناطق الحرة واسيلة لخروج النقد الأجنبي يبقى أنا كدولة بخطط ازاي وبنفذ ازاي وبتابع أمور ازاي هدي متغير تاني متغير تالب الشراكة بين القطاعين العام والخاص أنا أعرف مستثمرين بيطلبوا يعني مقدمين عروض بقالهم سنوات عشان يدخلوا يشاركوا مصانع قطاع عام مصانع قطاع العام وعملية الخصفصة الفشلة الغير سليمة اللي كانت دخل فيها فسابت هي سبب مشكلة مصر ليه؟ لأن كان عندي طاقات انتاجية في كل الصناعات بكل عمليات الانتاج أنا عملت إيه؟ روحت محول بيه؟ مقفلها موقفها خاصة لحساب قطاع خاص مش متوازن ومش ماشي بسلاسل الانتاج كلها طب النهاردة كل الطاقات الهائلة الموجودة في مصانع قطاع الأعمال العام المكان والآلات والرئيس سادات الله يرحمه كان عمل تحديد في كل مصانع قطاع الأعمال العام اللي دي كلها افتحها للشراكة مع القطاع الخاص القطاع الخاص هو عنده قدرة ان هو يجيب المنتج يلقي السوق للمنتج ويدخل يعمل معاك شراكة يستفيد في المكان الموجود والعمالة الموجودة حيدربها أكتر وحياخذ منها كويس وحيدود دخولها الملف ده محتاج كثير من الجهر ومثله انه يشتغل من النهاردة وعندي في الطابور ناس كتير جدا عايزة تدخل تصنع منتجات للتفضير ومنتجات تحل محل الوردات فده أحد الملفات برضو الليها محتاجة اهتمام أكبر تكنولوجيا المعلومات عندك الاوتسورسينج الهند النهاردة بتستخدم كهب لاوتسورسينج لخدمات تكنولوجيا المعلومات احنا عندنا شباب واعد جدا ويمكن وزارة الصلاة عملة جهد رائع ومحققة معدل نمو جيد جدا ولكن أنا يعني الحالات اللي عندي فردية أكيب المصريين اللي عاملين في الخارج وشبك وحدات من المصريين اللي يشتغلوا في بناء يعني صوفت وير للخدمات الطبية للخدمات المحاسبة كل الكلام ده يسطح أفاق هائلة للشباب المصري في ان هو يبقى مندمج مع الخارج ويدخل عملة أجنبية دي ألاف وألاف من الأفكار اللي هي محتاجة ايه؟ محتاجة رؤية واضحة محتاجة كدر على التنفيذ محتاجة تنصيق ما بين الجهات اللي بتشتغل لأن دي برضو أحد المعوقات والمشاكل محتاجة نظام للمتابعة والتقويم عشان أقدر أقول أن احنا طول عمرنا بقالنا سبعين سنة نتكلم نتكلم والنتيجة على أرض الواقع ما فيش لأننا ما بنتتبعش الاستراتيجيات والسياسات اللي احنا بنعملها وما بنحسبش المسؤول يعني يجوا مسؤولين يعودوا في أماكنهم يعودوا فترات طويلة وبعدين يمشوا لاحقاقوا نتاج ونفي الأخ نتفقهم نهضهم في مراكز أخرى عشان يتكسبوا منها فدي قضية محتاجين بقى نغيرها لأنه يعني بقينا يعني كفاية كده بقى كفاية كده نبتجي بقى جدية والتزام ومصر أنا أثق في كل مواردها وفي قدراتها مصر غنية ومصر جميلة ومصر إياه كل وبأبنائها وبما يتم وما يتم حاليا في حاجات كتير إيجابية جدا ولكن نبني عليها ونعظم الفرص اللي هتطلع منها يعني أنا مشروعات البنية الأساسية والصحيش إحنا جد أجنبية كبيرة لكن القضية هنا إنها نستطيع أن تعطي فرص كيف تستثمر هذه البنية الأساسية في جذب استثمرات لازم تواجه المشكلة دي آخر نقطة بس حياة كريمة برنامج حياة كريمة ده أمل مصر فعلا في تحسين مستوى المعيشة ولكن عملية إن أنا أبتدي أحط استثمرات ضخمة جدا في صرف صحي ومياه وبناء برضو تاني مستشفيات ومدارس كل ده مع احترامي الشديد له لازم أركز على بناء البشر أبتدي الأول بأن أنا أبني قدرات الناس اللي هناك أرفع مهاراتهم ووفر لهم فرص عمل أنا قلت لسه عندي مشاريع في بني سويف وفي المينيا لتدريب وتشغيل ومشروعات صغيرة للأسف اشتديت حزنت جدا من عشر سنين أنا عملت خريطة استثمرية لمحافظة المينيا بتتكلم على فرص هائلة للإستثمار في محافظة المينيا في الصناعة والزراعة وغيرها من الأنشطة بأدرس بقى بين فرص العمل المتاحة للشباب اللي حمد دربهم في محافظة المينيا للأسف زعنت جدا إن أنا لقيت حجم المرض ضعيفة جدا ومش متنوعة والمطقة الصناعية تفتقر إلى إنها محتاجة جذب ومحتاجة ناس تروح يعني كل ده عايز شغل على أرض الواقع عندنا موارد لكن لا نحسن استغلالها فإن شاء الله نتمنى بقى جدية عايز سؤال الأخيرة دكتورة عن الدولار وكيف يمكن تحجيم هذا الصعود الكبير على حساب الجهة النصر هو التحكيم هو جاي من أولا ما حدث كان الأمر لابد منه يعني ما كناش نقدر نعمل غير كده لأنه ما كناش نقدر نسيب الفرق بين السودة وبين السعر المعلن بهذا الشكل الكبير وبالتالي إحنا بصي أستاذ مصطفى إحنا النهاردة السعر اللي وصلنا له كسعر توازني هو كل زي ما قال الدكتورة علي كده كل الناس المضربين هم اللي بيحطوا الأرقام الفلكية دي مصر النهاردة لما إحنا بحساباتنا كاقتصاديين على سعر الضرف الحقيقي إحنا الأبرج في الوقت ده اللي هو لا العرض صح ولا الطلب صح لأنه محدش بيطلع دولار كله بيختازن الدولار وكذلك الطلب أكتر مما يجب فالطلب مش صحيح والعرض مصطحيح فالسعر التوازني إن شاء الله هو هيبضل عندي 30 وهنا بقى نبتدي نبذل الجهد الكبير عشان نقدر كل التواصلات اللي تنور عليها دي عايزة تحرك كبير وكمان عايزة ضرب بياب من حديد على كل اللي يعني أنا بعتبرها دي خيانة عظمة الناس اللي بتعمل مضاربة وبتعمل إشاعات عشان خاطر أحقق مصالحها الخاصة على حساب الشعب بأكمله ده لابد من مواجهتها منتال حزن في هذه المرحلة المهمة جدا لكن بإذن الله بإذن الله حنخرج من هذه المرحلة وأتمنى إن احنا نستوعب الدروس بتاعتها ونبتدي نتحرك في اتجاهات أخرى مختلفة عشان مصر فعلا تستحق أن كان أكبر بكتير مما نحن شكرا لك دكتورة يومن